اشتركوا في القناة والمشجعين والإنسان يسير ويمضي في دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وسوف يرفعه الله وإن رغمت أنوف الحاسدين الحاقدين لأن ربنا قال في كتاب العزيز إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معزرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وابتداء مما انتهى الأخ فارس يزاه الله خيرا وأنا حاسي ويتكلم بحرقة وفعلا الكلام ده بيخليك والله لا تكون يكون قلبك ميت السودان أكتر بلد فيه قباب أكتر بلد فيه صوفية أكتر بلد فيه أحزاب أكتر بلد فيه فرق جماعات تخالف دين الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل في كتابه والذي قال إن الدين عند الله الإسلام والذي قال يا أيها الذين آمنوا ودخلوا في السلم كافة والذي قال فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وانتهت السنة الهجرية ألف واربعمية ستة وتلاتين وابتدأت سنة جديدة ألف واربعمية سبعة وتلاتين وزي ما قالوا يا إخواننا الجراء تلقى شغالة النبي هاجر من مكة للمدينة وجاء خش غار الصور والحمامة بيضت والعنكبوت نسجت ولا في حمامة بيضت ولا في عنكبوت نسجت لكن وقبير في جارة الدار أغرب حاجة وتعني الدار طبعا أكثر صحيفة فاشلة وتنشر البدع وتنشر الضلال وما عنده أي موضوع عجل برأسين يخي إن شاء الله يبقى بأي ستة كورعين الأمة سفيد شنو من العجل أبو ستة كورعين ده ما في أي فايد قال النبي السبب السبب الذي هاجر من أجله النبي عليه الصلاة والسلام قال أذى المشركين له أي ما سبب الأذى ده أذى شنو الخل المشركين يأذو النبي عليه الصلاة والسلام شنو ما طلع فيه جبل الصفة وقال وصباحا وهي أداة تنبيه ونداء ولفت انتباه أن المستمعين قال إذا لو قلت لكم أن وراء هذا الجبل جيش مصبحكم وممسيكم أو كنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبة والكلام كل الناس بيعرفوه فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا الكلمة الطيبة والعروة الوثقى والكلمة التي بعث الله عز وجل بها الأنبياء والرسل قاطبة ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاقود الأخو المسلم النبي هاجر واستقبلوا بيدلوك والدفوف وما استقبلوا لا بيدلوك يا مجرم يا كذاب الصوفي يقول لك طبعا النبي عليه الصلاة والسلام دخل الغار والعنكبوت بنت وكذا وكذب وافتراء النبي عليه الصلاة والسلام طلعه جدودك يا صوفي النبي عليه الصلاة والسلام طلعه جدودك لأنه لما قال قولوا لا إله إلا الله أبو لهب قال له تبّل لك سائر هذا اليوم ألي هذا جمعتنا قال له إت جمعتنا عشان تقول لنا نفسك في الله براه ونخلي اللات والعزة ومنات وهبل ألا لا إتقال النسل بتاع أبو لهب انتهى الصوفية ده النسل منه إتقال وإن كانوا ما في النسب لكن في الأفعال والعقائد عقائدهم كعقائد أبو لهب خاتلة واسطة بأنوا بأن ربنا اللات والعزة ومنات هبل وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة الليلة الصوفية خاتين البراعي عشان يقربهم لي الله خاتين المكاشر عشان يقربهم لي الله خاتين واتبادر عشان يقربهم لي الله كذا دعقائد يقول لك يا السادات طوال الباع أهل الفزعة الفسراء قال يا السادات طوال الليد غروا ياكم ما ليعيد قال عبدالقادر المنشد كساوي عطوه مهما يريد نشلوده مجرم يدعو الناس إلى هذه العقائد الكاسدة الفاسدة ربنا قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل سكينته عليه وآياده فأنزل سكينته عليه وآياده بجنود اللي انطروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا وكلمة ربنا عليا أبى من أبى ورضي من رضيه ربنا قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يوقفوك يقيدوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أصو تكيد للدعوة دي الكيد يرجع لك وربنا قال في القرآن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ربنا يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فالمشركين آذوا النبي عليه الصلاة والسلام لما أبطل عبادة اللات والعز ومنات وهبل أخرجوه ضربوه شتموه وسبوه وكل من حذى حذو الأنبياء له نصيب من الأذى وما النبي عليه الصلاة والسلام بروا كل الأنبياء من قبله ربنا قال في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا الشغل ما اتقال جديدة دي سنة من سنن الله عز وجل معادات الأنبياء وأدبع الأنبياء والدعاة الناصحين المصلحين ربنا قال عن الأنبياء في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لما خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا أي الرسل طلبوا الفتح من الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنه وكذلك أدبع الأنبياء ربنا قال عن أصحاب الكفر إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ربنا قال عنهم قال إنهم يظهروا عليكم يرجموكم قال له جماعتكم ديال بتعين الطرق وبتعين الدين بتاع الأجداد والآباء لو شافاكم وعرفاكم إنكم آمنتم بالله عز وجل إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا زال ربنا ينجيوا من الشرك ويرجع تاني للشرك ده ما بيستقيم حالتان وربنا في القرآن حكى عن إبراهيم قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم قال له لو ما خلت الكلام في الآلهة وفي اللاتة والعزة أو في الآل الصلاة بدعت في عهده قال له أنا برجمك بالحجارة واللالة بيقول لك وافتحوا فيك بلاغ إنت بتفتح بلاغ إنت قال البلاغ ده بتخول فيها من يعني تمشي السجن يوسف عليه السلام سجن شيخ الإسلام من تيميا سجن وكثير من الدعاة سجنوا من أجل دين الله عز وجل اشتغلوا توحيد جوى السجن مابسوط ضوم ولا موقفوا ودعوة التوحيد سائرة تدحر كل من عارضها أي زول صوفي أخو مسلم أنصار سنة أنصار مهدي حيزب تحرير غار غار تدحر وتجعله صعيدا زلقا والله يتخليه لا عوج له ولا أمتع دين ربنا قال في القرآن ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لب المرصاد فالنبي طلعوا المشركين عشان بلق دين ربنا وعشان قال للناس توجهوا إلى الله واتركوا الآلهة المعبودة بالباطل آذوه وسبوه وشتموه ومؤمن آل ياسين لما صرح بعقيته برضو ضرباه ووطئوه بالأقدام طوالي شوفوا وقال يا قومي اتبعوا المرسلين قال لهم يا ناس وده الليلة الحاصل وزي ما حكى أخونا محمد طاهر مساءنا والله منطقة في الجزيرة اسمه الكمر بلد واحد من أخواننا هنا اسمه عمر المساجد معظم المساجد التي تتكلموا فيها حصلت فيها مشاكل في مسجد المساجد قالوا نحن هنا في البلد ربنا المكاشفي والبرزقنا المكاشفي في كفر تاني اكتر من ده وقل لهم لا قل لهم بيقول ماذا يجيب اسمه البورعي امشي هناك خجب هناك والله يمش لو شافوك ساي يضاربوك تقول لي تقول اسمه البورعي انت اذن مسكين ولا شنو بلد دي بلد عقائد من الصعب الناس يعني يخلوها لابد من مصادمة لأهل الشرك ولابد من مصادمة لأهل البدع ولابد من مصادمة للتصوف ولأخوان المسلمين وغيرهم من أهل البدع حتى يظهر دين الله عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لا بد والله لا بد تواجه مهما كنت حكيم ومهما كنت ظريف وقيافة بتتكلم في التوحيد تجد الأذى ما تقول لي الحكمة يا مولانا الحكمة تتكلم في التوحيد في البلد دي بيزار لأنه أكثر البلد فيها قباب وأضرح عقائد كاسدة فاسدة يعتنقها في آم من الناس يعتقدون في الأموات ويعتقدون في القبور ويعتقدون في الرفات الرميم الرمم البالية التي لا تسمع ولا تسمن ولا تغني من جوع شوف الناس الناس الحايمين جو حمد النيل وطايفين رمم طايفين في رمم مش رمم رمم ربنا قال 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 عن هذا الميت ربنا قال وضرب لنا مسلا ونثي خلقه قال من يحيي العظامة وهي رميم رمم دي كلمة عربية فصحة ما تقول بن أبز لا لا ربنا ذكرها في القرآن رمم باعتبار أنه ميت ولا يتحرك ولا يسمع ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضر ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ونلقوا يتنبز وربنا قال في القرآن رميم رأيك شنو فدى الدين النبي طلعه ما في المشكلة الأساسية في هجرة النبي عليه الصلاة هو التوحيد ومحاربة الشرك والعقائد موجودة شايف الحافلة ذاك معلق لك برع الغام خاتي وش دي العقائد الموجودة يا ناس دا الدين بتاع الصوفية دي العقائد الموجودة عن كثير من السودانية وبعد ذا نخليه بعد ذا نسخد عن البرأي والله البرأي دا يفتر ربنا طلعنا القمر فوق نتكلم في البرأي والله لو ربنا مكننا وطلعنا القمر فاق نكسف البورع ونكسف الصايم ونكسف اللمين بتاع بيت المال ونكسف الريكان والبذر وغارب من المجارة بتاعنا أنصار السنة وأنصار المهدي وأنصار البدعة كلهم نكسفون دي عقايد اعتنقواها أصحابها فالنبي عصر ما هاجر إلا من أجل الكلام في التوحيد والكلام في آلهة المشركين لما نتكلم في آلهة المشركين أعزوه وشتموه وسبوه فالنسان عليه أن يحذو حذو الأنبياء حتى يرفع عند الله عز وجل تكلم أمشي وراء الأنبياء ما بتندم لكن تمشي وراء فلان فلان وزعيط بعض ونتطلحيط تندم ربنا قال في القرآن يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذتم عن رسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر زالي عرف التوحيد ويعرف إنه التصوف على باطل وعلى بدا وبعد يقول لك والله طبعا هذا نبقى من دعاة الحكمة أبقى من دعاة الحكمة الحكمة المزعومة التي يزعمونها بالتدليس والمجاملة والمداهنة لأهل البدع وأهل الشرك زي ما بتعملوا بأنصار السنة المركز العام قال لمن جه أنصار المهدي قال ورحب السيد الصادق المهدي الرئيس طائفة الأنصار والحجاب دي مسألة يعني خلافية ومعارف إيه وكلام كتير يا زول الرقد انبطع عديل انبرش عديل والله انبرش عديل كده قال للصادق ده تعال نقص فوق ظهري ما كلامه كده معنا كلامه كده أنت تقول له حرية يعني شنو حرية يعني أنت زي ما قال اسمه لذاك حسن البنة قالنا نعمل جميعا فيه ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أزول الله طبق القاعدة دي مع الصادق المهدي وقال ما قال من الأباطير والخرافات وكرموا الصوفية وقال التصوف في القرآن موجود وكلام كتير وبهناك حمد الأمين إسماعيل يعني يسألوا من صيد قطب يقول لهذا الكتاب قيم في جالي العدس يسألوا من الأخوان المسلمين ويلفوا يدور وما عارف له خالي عبداللطيف يسألوا عن عبدالحي يكفر الخط توت توت وما بتكلموا ما بتكلموا الناس دي أنا ما عارف الحصل على شنو يتخايف له قول الحق يا زول قول الحق واري الناس دين الله أم غرقانة في الشرك إلا من رحم الله أم غرقانة في الجماعات والأحزاب والطواف الضالة طلعة وطلعة أمتين تتكلم ميتين في الحق وتتكلم ميتين في الدين كلام يطول تعرف إنه الهجرة سببها كان معاداتها للشرك ما يقول 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 شوك في التلفزيون بتاع حلال البريق زي ما قال أخونا فارز والله يطعبيره تطعبير جميل جدا قال لي لي ما كلفح زي إبليس بيع بايته وفعلا إبليس لما انجزة دار النذوة قال ما كلفح وذا ما كلفح دا بدع إبليس قال يقتل النبي وذا يقول لك أكتل الوهابي قال لي قتل الوهابي والدابي أكتل الوهابي يا زن الحوان وهابي ولا أنصار سنة ولا أنصار مهد مسلمين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنا أكتفي هذا القدر وأقدم أخونا ميحي الدين السلام عليكم